السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وكانتكم تربية فيديو حرفيا 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 في الوقت اللي احنا بقينا فيه ده اللي عنده فراخ بياضة عنده كنز طبعا يعني ما شاء الله اه اولا مش هتشيل اهم نفطر ايه الصبح عندك بقى بيض وهتقدر تفطر عيالك حاجة كويسة وحاجة صحية ومفيدة البيض طبعا فوائد وفظيعة جدا لو عايزين اعملكوا حلقة عن فوائد البيض يعني عايزين نعود نعود نتكلم في فوائد البيض دي للصبح قد ايه جميل جدا وبيمنع مشاكل صحية كتير جدا ومفيش منه اي اضرار وكل الكلام اللي تقال عنه قبل كده كان كذب موضوع الكوليسترول والاملح والكلام ده كله كله كان الكلام كذب في كذب الاثر بتاعنا احنا او في الكتب بتاعتنا احنا الاسلامية القديمة انه لما كان حد بيبقى مريض كان بيأكل بيت كل يوم علشان يخف في التراص بتاعنا في التراصنا احنا كمسلمين من زمان البيض له ايه جميلة جدا عندنا وعارفين امته انما عشان الميت سنة اللي فاتوا دول في حابة كذبين استولوا على الفكر وعلى الاعلام كله ونشروا كل الافكار الكتب اللي هم عايزينها ومنها انه البيض وحش والسمنة البلدي وحشة والدهن البلدي الطبيعي وحش الثلاث معلومات دول دمروا صحتنا ما شاء الله بيأنا كلنا مكحكحين من بعد عشرين سنة ويمكن عائل صغيرة بتسحص لانه دول كان اساس تغذية الجسم الدهون الدهن الطبيعي اللي موجود في كل الحيوانات الدهن الطبيعي الحيوانات اللي احنا بنأكلها دهنها كله ممتاز السمنة البلدي رهيبة وممتازة ولا لها علاقة بكلسترول ولا الكلام ده كله والله كل ده طلع كده والبيض وكانوا التلاتة دول كافيين انه اما يدخلوا جسمك مش محتاج حاجة تاني فياريت نرجع للطبيعة تاني ونرجع لنعمل الصح فطبعا انتي لو عندك فراخ بلدي تربية للبيت او للمشروع ممتازة جدا هنعمل النهاردة ان شاء الله بديل ممتاز جدا للعلف زي ما وعدتكم ان انا هعمل لكم كل الافكار والحاجات المفيدة اللي كمان توفر يعني انت دلوقتي هتربي فراخك باقل اقل من زمن كمان يعني كنا في الاول بنستخدم اكل وبنكلف كانت البيضة متكلفة زيها زي تمنها الفرق حاجة بسيطة ما يجيش قصات التعبي وشغلي شان كده ما كنتش منصح ابدا حد بانه يعمل مشروع للبيض لو ناس انت معاني من زمان انا بقالي اكتر من سنتين ما قلتش لحد ابدا اعمل مشروع بيض دلوقتي بقولك اعملي مشروع فراخ بيضة ربنا ان شاء الله هيكريمك منه اخر كرم وهيكريمك منه من واسع لانه ما شاء الله البيض دلوقتي بقى له الايمة وهو بقى غالي وهو بقى يتعمل عليه يعني اصايد وحكايات على غالة البيض لدرجة فيه كان فيه حاجة زي نقطة كده والد بيقول له مامتو رايح الجيم والصبح هفتر كل يوم تسعة بيضات قالت له لا يا حبيبي اشرف سجايرة احسن طبعا كلام صح بس يعني شوفه لدرجة فين يعني عندها ابنها هيتدمر بس مش هيكلف فتسعة بيضات كل يوم احنا بقى ان شاء الله عندنا في بيتنا من غير ما نتكلف ولا هنشتري بيض بفروس لا بالعكس هيفيد مننا ونبيقه وكون رخيص يعني على الاقل اقل حاجة خالص انت ممكن تربي فراخ كمية زيادة شوية عن استحتياجك تبيع اللي فيد منك بحيث تأكله بقى انت كده خدت البيض ببلاش تمام كده طبعا تستخدمين البيض طبعا في كل حاجة حياتنا فيها حاجات كتيرة هاللي عملتي كيك لعيالك هيملى بيتك خير حرفيا كل ده ببلاش كان في بقى حاجة كنت اقولكو عليها في الفيديو اللي فات ومعرفتش عايز اقولك ازاي تبقى شاطرة برضو كده وانت نازلة سوق تشتري اي حاجة ازاي توفري ده كلام لاخوتي وحبيبي اللي مش عايز يسمع يمشي الفيديو ويوصل لحد البديل العلف بتاع النهاردة عادي يعني انت تقدر يتحرك الفيديو وتمشيه تجيب الجزء اللي انت عايزاه وده عادي مش مشكلة اللهم اصلي على سيدنا محمد انا عايز اقولك النهاردة ازاي وانت نازلة سوق توفري قوي قوي في فلوسك وبرضو اللي عيتابعني زي في ناس عسل كده بيقولوا احنا متابعينك ومتابعين كل القنوات فالناس دي انا بقدرها وبيحترمها جدا لان يعني انا الحمد لله بحاول افدك في كل حاجة في كل حاجة في حياتك في الايام اللي جاية دي ايام غلى وربنا ينجينا كلنا فمش عايزين نتأثر مش عايزين نحس ان الغلاء ده مثلا اقللنا من مستوى حياتنا او اقللنا من من واجباتنا تجاه ولادنا كل ده باننا نشغل دماغنا بس الموضوع مش محتاج منك اكتر من جدا بدل ما تشتري حاجات جاهزة تعمليها في البيت حاجات كتيرة قوي تقدر تعمليها في البيت يعني هتروح تجيبي علبة صلصة قدي كده وصغنططة بالشيء الفلاني طب ما انت تقدر تعمليها كمية قدي كده في بيتك تعملي صلصة في بيتك على ايدك وهكذا بقى ايسي على كده كل حاجة لانشون جيبنا كل حاجة كل حاجات ولادك الفينو تروح تشتريه بضعفة تمنو انت تعمليه في البيت بربع تمنو البقسمات كل الحاجات دي حاجات نواشف كل الحاجات قملي بيتك خير بشغلك انتي وبشطرتك انتي وبشغل ايدك تبعيني بقى على كل القناهات حتى الصبون حتى المنظفات ان شاء الله برضو على القناهات التانية بقى اعملي الحاجات دي اولا صحية انك تعملي الحاجات دي في البيت احسن ما تشتريها اللي بتبقى جاهزة بيبقى فيها مواد مصارطنة ان انت تعمليها في البيت بتبقى معمولة بمواد طبيعية وانا ببقى حريصة جدا ان انا استخدم مواد طبيعية علشان انا نفسي اللي لنفسي انا بستخدم الحاجات دي لنفسي فكل ده بيوفر كل ده في الاخر هيلم معيك يبقى انت كده وفرتي في بيتك بتاعت 3-4000 جنيه بشغلك انتي وشطرتك انتي لو انت شطرة بقى اخذي فرصتك ماشي لعد المهم انت ايه تقدري تشغلي دماغك لان انت حد مهم حد مهم انت بتعملي بنا قدمين انت بتخليفي بتربي وبتأسسي مجتمع كله فبالنسبة موضوع السوق برضو هنرجع عليه بسرعة كده تشتريش اللي انت عايزان دي ناجينا للوصفة هنعمل وإحنا بنحكي الوصفة هنحكي لكم برضو الموضوع السوق ده ده اللفت بقى اساسي عندي ليه بقى اللفت ده يجد عند ببلاش دلوقتي بتريمي عندنا برص جنيه كمان الكيلو ما بقاش بجنيه كل يوم كده عمال يرخص مشاء الله فجميل جدا ممكن يبقى ثلاثة كيلو بجنيه بعد كده ودلوقتي كيلو بجنيه وكيلو بنص جنيه تمام اللي هو زي ده كده تلاقي الرأس صغيرة فبيبقى الراجل عايز يلميه وخلاص ده اساسي معانا كل يوم اللفت ده ممتاز لنتاج البيض لانه هو بيشيل الدهون وبيدي فيتامينات واملاح ومعادن حلوة جدا للفراخ بتاعي تمام عندي جبارسين برضو هيبقى جميل جدا بعمل انا اكل ليهم طول النهار ببلاش طول ما احنا في الشتاء الخير كتير وربنا يكتر علينا يجو عليكم الخير وانا بخرطوا كده هقولك بقى على حقيقة السوق دي عشان انا مصر واقول لها بص يا ست لا ما تنزلي السوق ما تشترش اللي انت عايزاه لايه اللي انت عايزاه ممكن يكون جودته مش حلوة وممكن يكون مش غالي اشتري حاجة لتعجبك والحاجة اللي تلاقيها فرصة وسعرها الليل ازاي يعني انت مسلا نازلة تشتري كوسة لقيت الكوسة غالية بس لقيت الكرومب رخيص هاتي كرومبو وخزني وهوتيه في التلاك في الفريز العكس بقى نازلة تشتري كرومب ولقيت الكوسة رخيصة ما تجيبيش الكرومب ما تجيبيش الحاجة اللي انت ما تخطيش في دماغك بمعنى انك ما تخطيش في دماغك حاجات محددة نازلة تشتريها لا انزلي هاتي اللقطة الحاجة اللي تلاقيها حلوة وتعجبك وسعرها الليل هاتي منها كمية وخزينية بدل ما هتجيبي كيلو هاتي 2 و 3 و 4 كيلو وخزينية هتنفعك بكده هتبقي وفارت كتير قوي قوي مرة على مرة هتلاقي الحكاية دي الفكرة هتعجبك قوي واللي تجرب الفكرة وتعجبها هتبقى تدعيلي دعوة خلصة كده من القلب اللي انتوا شايفينه ده ايه بقى ده فجلة احمر الفجل ده جميل جدا 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 في الشتاء للعيال بيقضي على الخشراجة اللي في السدر وعلى كل المشاكل بتاعت البرد يعني ما تستغنيش عنه انا روح تشتري من الراجل جنبي راجل طيب كده بيجي يوم السوق بس بيبيع الفجل الاحمر ده بيبيع رخيص خالص بخمسة جنيه تقريبا بس على بل ما بطلعه للفروس كان حطيلي حاجات صغيرة انا ما بحبش الرأس الصغيرة عايزة رأس كبيرة رأس الصغيرة دي بتبقى فيها مرارة فقلت حطهم للفراخ فالفجل الاحمر ده لو لقيته رخيص وتقدر تحطي منه للفراخ بجاعتك وامتاز جدا 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 يعني فيه فوايد وفيتامينات وحاجات مهمة قوي قوي في الفراخ زي البوتاسيوم اللي فيه فيه نسبة عالية جدا من البوتاسيوم اللي الطيور بتاعتنا بتحتاجها طبعا احنا متفقين ان احنا قفلين على طيورنا فلازم نعوضهم كل العناصر اللي كانوا المفروض هيكلوا منها كمان يعتبر ما شاء الله جميل قوي في ازالة السموم يعني مضاد السموم الفجل سواء الفجل البلدي بتاعنا العادي او الفجل الاحمر ده بس الفجل الاحمر ده ما شاء الله خطير اكتر من الفجل البلدي تمام الاتنين حلوين يعني اللي تلاقيه متوفر عندك حلو والفجل طبعا من التاني رخيصه بلاش بخمسين قرش ربطة قدي كده وتلاقي راس كبيرة قدي كده فوقت ما تلاقي الحاجة رخيصة هاتيها فوائد الفجل حلوة جدا 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 للطيور وبالذات بقى الفجل ما شاء الله عليه جميل جدا في زيادة انتاج البلد للفراخ جربيه وهتدعيلي حاجة كده فوق الخيال وبرضو الفجل مش هو موضوع النهار ده مش هو بديل العلق بتاع النهار ده لانه دور ترات روس كده بس انا حطيتهم وقلت بالمرة اعرفكو عشان تبقوا ايه معايا في كل حاجة عشان تبقوا عارفين انا بأكل فراخي ايه كل يوم كده بعمل لهم حاب التانيتيش وحابة حاجات ربنا بكرمنا وبتبقى الدنيا تمام وكل ما اروح السوق بجيب حابة نعناع بخمسة جنيه كده هو كم ربط خمس ربط قدي كده ولا عشرة نشرهم علشان يبقى عندي نعناع ناشف طول السنة لانه الفترة اللي جاية دي نعناع هيبقى فيها ببلاش والخضر كله عمتا فمن الحاجات الجميلة اللي لازم تكون عندك عشان تربط يورك طول السنة ببلاش استفدي من المواسم يعني ايه اغتنم الفرص اغتنم الفرص والمواسم الموسم نحن في ده ما شاء الله كله خضرة ادي بقى يا ست بديل العلف اللي محدش يختلف عليه اتنين وهو البنجر لزيادة انتاج البيض كيلو البنجر بقى بخمسة جنيه عندي وممكن تجيب البنجر اللي هو بيبقى الراجل سرد وكمان يبقى مثلا بثلاثة جنيه بأربعة جنيه مش بيكون غالي وكمان ورق البنجر لو انت مش قادر تشتري البنجر الراس دي تقدر تجيب الورق من الراجل ببلاش وتقطعيه وتحطيلي فراخك دربتي كل العصافير بحجر واحد كل يوم حطي بنجر للفراخ وشوفي بقى انتاج البيض هيبقى شكله عامل ازاي دول تلاتة كتير انا ممكن اجيب الكيلو بخمسة جنيه بيطلع فيه مسلا خمس روس صغيرين كده كل يوم وحط راس يعني انا كل يوم بجنيه اكلت الفراخ بتاعتي يبقى الفجل بتاع الليفت بنص جنيه وقادي البنجر بجنيه كل يوم يبقى دي كده اكلة بجنيه ونص توفير ده ولا مش توفير ببلاش اهو طبعا ده ما تبشري الاكل ده وتعملي الحاجات ديا على بعضها كده ما بتنزل سوائل فبيبقى الاكل ايه مبلل ماينفعش ابدا احط للفراخ وهو مبلل كده ماينفعش باي شكل لازم ننشفه بالذات بقى لما تكون الفراخ عندها شهر يعني الخلطة دي تقدروا واحدة حبيبتي بقى كده زكية تقولي طيب الاكل ده ينفع اكله الفراخ كتاكية لسه عندهم شهرين اقولك يا سلام ده بصي بدهم كاملو شهر اكلهم كل اللي انا بعملو ده نفس الاكل اللي تعمل للفراخ اللي بتبيض تقدروا تعمليلي الفراخ اللي عندها شهر بس متخطيش على ببيض الا لما يكملو تلات شهور علشان انقلاب الرحم الفراخ ممكن الرحم ينقلب او تحصل مشاكل كتيرة جدا للفراخ لو اكلتي على ببيض طبعا كده كده احنا باقيش ناكل على ببيض عشان بقى غالي النما الحاجات دي طبيعية جدا وجميلة طب الرب عليها كتاكيت من اول يوم فتعتبر تحفى يعني بدهم كتاكيت تكملو شهر اكلي الاكلات اللي انا بعملها كلها بتاعة اليومين دول دي وصفات التوفير دي اكلي منها فراخك البلدي فراخك الفيومي الفراخك واي كل انواع الفراخ البلدي حتى لو فراخ ساس وكملوا شهر اكليهم من نفس الخلطات دي هاخد بقى شوية كده من البنجر ده عشان الراز دي كانت كبيرة للفراخ البيضة اللي عندي وانتي كده لازم تبقي شطرة وبتوقع وتتوزع الاكل على الفراخ زي ما بتوزع الاكل على العيال شايفين بقى فيه مياه فيه مياه جديدة يعني مش هينفع كده خالص الاكل الفراخ لو حطيت الاكل ده ليهم شوفي بقى اخدي عندك بقى معوي السلاة انتفاخات في حويسلة مشاكل كتيرة جدا الناس اللي تاخد معلومة وتجري اكبر غلط لازم تسمعي الكلام للاخر فانا هعمل ايه بقى هحط عليها دي شيشة وردة هحط شوية حفاين كده وات بس من الردة كنت بفكر ان انا انقله في حتة تانية بس ترات الموضوع مصر وحفاين من الدي شيشة انا بحط الدي شيشة ليه بحط الردة عشان تنشف لي الحاجة ماشي بحط دي شيشة علشان اعادل الوجبة بتبقى متكاملة ابقى انا كده حطيت لهم كل العناصر لان الدهون اللي في دي شيشة او الكربوهيدرات مهمة اوي اوي الفراخ عشان انتاج البيض اللي يقولك ايه وا تحطي دي شيشة للفراخ ولو ايه وا تدورها ولو عندك دورة ابيض حلوة جدا برضو يخلي تعمل البيض كمان حلو ولو عندك دورة ابيض فهو ممتاز ممتاز يعني دورة البيض ده حلوة جدا احلم دورة الاصفر ده احنا عارفين الاصفر ده عاملينه منين وانا كان عندنا اصفر زمان اصلا طول عمرنا كان الدورة كان ابيض ده انا بدور على الدورة البيض ده والله مش لقيه لانه بيخلي تعمل فراخ حاجة تانية خالص ما بحبش مش مقتنعه بالاصفر ده بس امرنا لله نعمل ايه والمتوفر عندنا دلوقتي فلو عندك دورة ابيض جميل جدا. خلوش علينا بقى باللايك واهلا وسهلا ونورتونا كل الناس اللي مشتركت في القناة جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.